أعلنت فصائر المعارضة السورية المسلحة أمس الخميس عن إطلاق المرحلة الثانية من الهجمات الوسعة نطاق على مناطق غرب حلب فيما تعرضت أهداف متعددة داخل المناطق التي السيطرة عليها القوة الحكومية للقصف مما أسفر عن مقتر 12 شخص عن إصابة 200 آخرين بجروه وفقا لمسؤول في القوات الحكومية السورية لم يكشف عن اسمه دمرت القوات الحكومية سيارتين مفخختين كانت متجهتين نحو معسكرات القوات الحكومية غرب حلب فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة وتعرضت المعارضة المسلحة لخسائر كبيرة ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في هيئة الصحة في حلب أن ثمانية أشخاص من المناطق التي تعرضت للهجمات أصيبوا بالاختناق والتقيع وغيرهما من الأعراض التي ترجح تعرضهم لهجوم بالغازات السامة جدير بالذكر أن العديد من فصائل المعارضة السورية المسلحة شنت هجمات واسعة النطاق يوم الجمعة الماضي على المناطق الشرقية الواقعة تحت زيطرة القوات الحكومية بهدف كسر حصارها وبعد إحباط الجولة الأولى من هجمات المعارضة المسلحة أعلنت القوات الحكومية والقوات الروسية يوم الأربعاء الماضي عن تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني مؤقت في حلب والذي من المقرر أن يمتد من الساعة التاسعة حتى الساعة التاسعة عشر من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وذلك من أجل تسهيل خروج المدنيين المحاصرين وانسحاب مسلحي المعارضة في المناطق الشرقية لحلب لكن مع إطلاق المعارضة السورية المسلعة جولة جديدة من الهجمات يبدو أن أفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة قاتمة